بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم جميعا إخوتي الكرام في هذا اللقاء الجديد من دورة إعداد معلمين لمبادئ القراءة العربية الأساسية والمعروفة بالجزء الرشيدي في اللقاء السابق بحمد الله تبارك وتعالى تحدثنا عن محتويات الجزء الرشيدي ومررنا سريعا على الدروس الموجودة فيه وأيضا تعرفنا إلى طريقة الحصول على نسخة من الجزء الرشيدي وأعود وأؤكد مرة أخرى على أهمية الحصول على نسخة من تطبيق الرشيدي أو تطبيق القراءة العربية السليمة لأنه سيفيدنا كثيرا في دورتنا هذه سيفيدنا من حيث التدرب على اللفظ الصحيح لجميع الأمثلة الواردة في الجزء الرشيدي وكذلك سيفيدنا في التدرب على الطريقة المعتمدة في القراءة العربية السليمة أو الطريقة المعتمدة في الجزء الرشيدي ننتقل الآن إلى القسم الأول في مبحث دراسة الحروف مجردة وهذا المبحث من أهم المباحث في هذا الكتاب إن لم يكن أهمها على الإطلاق لأنه سيعتبر أساسا لما سيليه من دروس فإن كان الأساس قويا متين كان البناء متماسكا وثابتا وإن كان هذا الأساس ضعيفا فما بعده هو الضعف منه فلابد للطالبي من أن يضبط هذا المبحث مخرجا وصفة مهما طال الوقت فلا ينبغي أن نتساهل في هذه المسألة ولا ينبغي أن ننقل الطالب إلى الدروس التالية إن لم يتجاوز هذا المبحث بدرجة 100% فلا ترضى من طالبك أن يتجاوز مبحث دراسة الحروف مجردة بدرجة تقل عن 100% ففي هذا المبحث إن شاء الله سندرس الحروف العربية أيضا سنمر على بعض الأخطاء التي يمكن أن يسمعها المعلم في حلقات الرشيد ونتعرف على كيفية تصحيح هذه الأخطاء بعون الله عز وجل نبدأ على بركة الله فلدينا الآن أسماء الحروف العربية سنقرأ الجدول الآن وننتبه إلى أسماء الحروف إذن عندنا الآن همزة با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون ها واو ألف ياء بهذا الشكل وعندنا أيضا ملاحظة كما ترون الآن أسماء الحروف يمكن أن تكون مذكرة أو مؤنثة ويمكن أن تنطق بهمزة في آخرها أو بدون همزة وكلاهما صحيح يعني أسماء الحروف يمكن أن تكون مذكرة أو مؤنثة فيصح لي أن أقول هذه باء أو هذا باء بهذا الشكل ويمكن أن تنطق بهمزة في آخرها أو بدون همزة يعني يصح لنا أن نقول باء بالهمزة أو نقول باء بهذا الشكل أو مثلا نقول طاء بهذا الشكل أو نقول طاء هذا من حيث اللغة العربية لكن ما هو أو ما هي الطريقة المعتمدة في الجزء الرشيدي؟ الطريقة المعتمدة في الجزء الرشيدي وهو كما تشاهدون على الشاشة هو أنهم اعتمدوا الحروف بالهمزة ياء مثلا أو تاء ثاء حاء بهذا الشكل فإذا سمعتم غير ذلك هذا صحيحون أيضا لكن الطريقة المعتمدة في هذا الجزء الرشيدي هو أن يكون اسم الحرف بالهمزة هكذا باء تاء وهكذا نعم ننتقل الآن إلى ملاحظة مهمة وهي نقرأ اسم الحرف عندما يكون خاليا من أية حركة أما صوته فيقرأ بالحركات الأربع أعيدها إذن نقرأ اسم الحرف عندما يكون خاليا من أية حركة أما صوته فيقرأ بالحركات الأربع كيف ذلك؟ عندنا مثلا حرف الباء بهذا الشكل لاحظوا هذا الحرف فهذا الحرف خال من اية حركة في هذه الحالة نقرأ باء بهذا الشكل اسم الحرف نقرأ اسم الحرف اما صوته فيقرأ بالحركات الاربع مثلا اب ب ب بي بهذا الشكل فمن الضروري جدا ان نميز بين هذين المصطلحين اسم الحرف دائما عندما يكون خاليا من اية حركة واما صوته فعندما يكون مقترنا باحدى الحركات والمثال التالي يوضح ذلك فعندنا كما هو في فاتحة سورة مريم في اول السورة عندنا الحروف المقطعة كاف هكذا نقرأها نقرأ اسم الحرف لماذا نقرأ اسم الحرف فقط لانه كما تلاحظون هو خال من اية حركة كاف بهذا الشكل كاف ها يا عين صاد بهذا الشكل كاف ها يا عين صاد اذا هكذا قرأنا اسماء الحروف الموجودة في هذه الاية الكريمة لماذا قرأناها بهذا الشكل لانها خالية من اية حركة لكن لاحظوا معنا هذا المثال وفيه قوله تبارك وتعالى توليت لاحظوا نحن نقرأ صوت التاء المضمومة ثم نقرأ صوت صوت اللام المكسورة وبعده الياء المفتوحة وفي الاخير نقرأ التاء الساكنة فنقول تلي يت تليت بهذا الشكل ففي المثال الثاني عندنا صوت الحروف هكذا اتمنى ان تكون هذه الملاحظة واضحة للجميع عندنا الان في هذه الفقرة مقارنة بين الالف والهمزة لماذا نقارن بين الالف والهمزة فكما لاحظتم في بداية الجدول اسماء الحروف قلنا اول لفظنا اول حرف همزة ثم قلنا با تاثاء الى اخره ثم جاءت الالف في اخر الجدول ما هي الفروقات بين الالف والهمزة دعونا الان نتعرف الى بعض الملاحظات فبالنسبة للالف لها حالة واحدة هي السكون ويكون الحرف الذي يسبقها مفتوحا دائما فهذه هي الالف بهذا الشكل دائما ساكنة ودائما يكون الحرف الذي قبلها مفتوحا وايضا تكون عارية عن التشكيل فالالف لا تقبل الحركات ابدا لماذا؟ لانها هي في الاصل ساكنة وايضا لا تأتي في اول الكلمة الالف لا تأتي في اول الكلمة إنما تأتي في وسطها أو آخرها طبعا سنتعرف على الالف بأكثر في الامثلة التي سنراها بعد قليل وأما بالنسبة للهمزة فهي بعكس الالف تماما فالهمزة هنا يمكن ان تكون ساكنة ويمكن ان تكون متحركة وأيضا الهمزة تأتي فوقها الحركات أو تحتها فلا مشكلة في هذا الأمر وأيضا فالهمزة تأتي في اول الكلمة أو وسطها أو آخرها دعونا الآن نتعرف أكثر على حالات الألف فبالنسبة للألف كما تلاحظون فالألف لا تأتي في اول الكلمة فهو كما يقال حرف متواضع الألف حرف متواضع يرفض أن يتصدر في اول الكلمة لماذا؟ لأنه حرف ساكن دائما والعرب لا تبدأ بساكن لذلك فلا يمكن أن نرى الألف في اول الكلمة أبدا لا يمكن أن نرى الألف في اول الكلمة على الإطلاق ما يمكن أن نراه من أشكال للألف فهو الذي ترونه على الشاشة فهذه هي أشكال الألف فدائما إما في وسط الكلمة أو في آخرها كما في قوله تعالى مثلا أراد أو في قوله تعالى دعا ويمكن للألف أن تكون بهذا الشكل تشبه الرقم واحد الرقم واحد دائما يعني لا يحمل شيئا وهكذا هي الألف ويمكن أن تكون بشكل الألف المقصورة بهذا الشكل وفي رسم القرآن الكريم تجدون الألف الخنجرية بهذا الشكل إذن الألف يعني لا تأتي في أول الكلمة إنما تأتي في وسطها أو في آخرها وتكون عارية عن التشكيل دائما لاحظوا في الأمثلة التي بين أيدينا الأمثلة القرآنية وكذلك كانت لا تأتي في أول الكلمة إنما تأتي في وسطها أو آخرها ذكرناها هذه أيضا لها حالة واحدة هي السكون فلا تكون الألف إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا وأما بالنسبة لحالات الهمزة فهي كما ترون أمامكم على الشاشة فالهمزة يمكن أن تكون ساكنة أو متحركة ويمكن أن تأتي فوقها الحركات أو تحتها وكذلك تأتي في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها بهذا الشكل بالإضافة أيضا إلى أن الهمزة يمكن أن تقع أو أن تجلس على كراس متعددة فيمكن أن تجلس على النبرة ويمكن أن تجلس على الواب ويمكن أن تجلس على الياء أو يمكن أن تكون على السطر أيضا يمكن أن نرى هذه الصادة الصغيرة فوق الألف فهذه ليست بألف إنما هي عبارة عن همزة هي همزة الوصل إذن فالهمزة يمكن أن تكون ساكنة أو متحركة كما في الأمثلة مثلا أنشأها أنزل إنما بالحركات جميعها ويمكن أن تقع تأتي فوقها الحركات أو تحتها ويمكن أن تكون في أول الكلمة أو في وسطها كما لاحظتم من خلال الأمثلة الأمثلة فأرجو أن تكون هذه الملاحظات وهذه الأمثلة قد أزالت اللبسة الذي يمكن أن يقع بين هذين الحرفين فالألف لها خواص ولها صفات تمتاز بها وكذلك الهمزة لها صفات وخواص تمتاز بها أيضا قبل أن نبدأ بالتعرف على الملاحظات التي يمكن أن نسمعها والأخطاء التي يمكن أن يصادفها المتعلم يصادفها عفوا المعلم أثناء تدريسه في حلقات الرشيد هناك عدة ملاحظات أريد أن أنبه إليها وهي أن هذه الأخطاء التي سأذكرها هي نتيجة للخبرة التراكمية من عدد كبير من المعلمين فيجب على المعلم أن يولي هذا القسم اهتماما خاصا لأنك أنت كمعلم يجب أن تكون لديك الخبرة الكافية في توقع الخطأ الذي يمكن أن يقع من الطلاب في حرف من الحروف وبذلك يكون لديك الاستعداد المسبق للتعامل مع هذا الخطأ أيضا بالنسبة للأخطاء الشائعة فهذه الأخطاء أيضا التي سنذكرها طبعا يتعذر علينا إحصاء جميع الأخطاء فمثلا أخطاء هناك أخطاء مثلا تحصل من أهل مصر ولا تحصل مثلا لدى أهل الشام وأخطاء مثلا موجودة في الشام وغير موجودة في الخليج مثلا وبقية بلاد المسلمين فنحن في هذا الباب وفيما يتعلق بالأخطاء الشائعة فإننا نتحدث عن الأخطاء الشائعة عموما وفي بيئتنا خاصة فأرجو أن يكون هذا واضحا الآن نبدأ على بركة الله عز وجل في ملاحظات حول أسماء الحروف عندنا الحرف الأول هو الهمزة فنقول همزة فالخطأ الشائع في هذا الدرس أنهم يقولون ألف أرنب هذا خطأ شائع فيجب أن يقولون همزة أرنب فمن أول درس نعلم الطالبة أن هذا الشكل هذا الشكل المجرد الخالي من الحركات هو ألف أما إذا جاء فوقه أو تحته أي حركة فيكون همزة فأرجو التنبه إلى هذا الأمر فأيضا ننتبه إلى النطق الصحيح لكلمة همزة ونتجنب الإمالة فيها فبعضهم من يقرأ همزة بهذا الشكل بالإمالة همزة لا همزة وبعضهم من يقول همزي وهذه كلها أخطأ إنما اللفظ الصحيح لإسم هذا الحرف فهو همزة بهذا الشكل ملاحظة لم يكن للهمزة وجود في كتابة العرب فكلمة ما كانت تكتب ما بهذا الشكل وكلمة مؤمن كانت تكتب مؤمن بهذا الشكل كيف كانوا يميزون بين الهمزة والألف؟ كانوا يميزون بينهما بالسليقة فهي لغتهم ولا حاجة لم تكن لديهم حاجة في التمييز بينهما ولكن عندما دعت الحاجة إلى ذلك اخترع الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى صورة للهمزة في الخط هي رأس حرف العين لتقارب مخرجهما فعندنا هذا هو حرف العين اختار الخليل بن أحمد رحمه الله رأس حرف العين هكذا اختاره شكلا لحرف الهمزة والسبب هو التقارب بين مخرج العين ومخرج الهمزة فكما تعلمون أن الهمزة والعين كلاهما يخرج من الحلق إلا أن الهمزة تخرج من أقصى الحلق والعين تخرج من وسطه فلهذا السبب اختار الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله هذا الشكل رأس حرف العين اختاره شكلا للهمزة فجزاه الله خيرا ننتقل الآن إلى حروف با تا ثا بهذا الشكل فالملاحظات المتعلقة بهذه الحروف هي الانتباه الانتباه إلى إشباع المد فيها فلا نقول با تا ثا بهذا الشكل إنما نقول با تا ثا وأيضا يجب عدم الإمالة فلا نقول بي تي ثي بهذا الشكل إنما نقول با مع الهمزة الساكنة تا ثا بهذا الشكل أيضا ننتبه إلى الثاء خصوصا فهي حرف لثوي فكثير من الطلاب من يخطئوه أفوا كثير من الطلاب يخطئون في هذا الحرف والآن إلى جيم حاء خاء بهذا الشكل فبالنسبة للجيم ننتبه إلى عدم تحريك الشفاه في الجيم فلا نقول جيم بهذا الشكل كما ينطق بعض الطلاب وكذلك يجب علينا أن لا ننطقها رخوة أو شامية فبعض أهل الشام من يقرأ جيم هكذا أو يقولون أج فالجيم حرف شديد ويجب على القارئ أن يضلق المخرج عند هذا الحرف فنقول جيم أج أج هكذا وبالنسبة لحرف الحاء يجب عدم تفخيمها فلا نقول حاء بهذا الشكل وكذلك لا نميلها فنقول حاء حي هكذا إنما حاء وأيضا بالنسبة للخاء فننتبه إلى عدم ترقيقها أو إمالتها فبعض الطلاب من يقرأ بهذا الشكل فيقول خاء خاء بهذا الشكل أو خاء وبعضهم من يقرأ خيه كلها هذه ألفاظ خاطئة لحرف الخاء إنما نقول خاء بهذه الطريقة ما هي الملاحظات المتعلقة بهذه الحروف؟ فننتبه أولا إلى الذال فهو حرف لثوي فأيضا كثير من الطلاب من يقول مثلا زال بهذا الشكل وهذا خطأ فنركز على هذا الحرف فهو حرف لثوي أيضا الراء فننتبه إلى عدم تكرارها وهناك بعض الطلاب مثلا من يعطي مقدمة للراء فيقول مثلا راء بهذا الشكل بالنسبة للزاي ننتبه إلى عدم نطقها زين كثير من يقول مثلا زين في حين أنه زاي فيجب أن نشبع المدة ونأتي بالياء الساكنة هنا حصل خطأ في الكتابة يجب أن نأتي بالياء الساكنة فنقول زاي مع العلم أن الزاية يمكن أن تنطق أيضا زاء بهمزة أو زاء بدون همزة أو زي هكذا كما يرتدي أحدنا زيا فنقول زي كل هذه أسماء صحيحة ليست مشهورة لحرف الزاي إنما الخطأ هو أن نقول زين هكذا أو زين كلها يعني هذا الصوت هو خطأ في حرف الزاي إنما الصحيح أن نقول زاي بهذا الشكل دعونا الآن نركز على على الاسم المعتمد في الجزء الرشيدي وهو بألياء الساكنة بألياء الساكنة زاي نعم السين والشين سين شين هكذا فننتبه إلى السين إلى الصفيري في السين وإلى التفشي في حرف الشين أش أش أس بهذه الطريقة عندنا أيضا صاد ضاد فننتبه إلى قلقلة الدال فيهما فاسم حرف الصاد والضاد فيه حرف إذا وقفنا عليه طبعا هناك دال ساكنة فننتبه إلى قلقلتها فنقول صاد ضاد هكذا وعدم نطقهما كما يحدث في بعض اللهجات العامية فيقولون صاد ضاد هكذا إنما صاد ضاد بهذه الطريقة حرف لدينا الآن حرفان جديدان هما طا ضا فالملاحظات المتعلقة بهما ننتبه إلى نطقهما بالهمزة الساكنة كما ذكرنا طا ضا وليس كما يلفظ بعضهم طا طا ضا أو طا ضا هكذا إنما بتفخيمهما مع الهمزة الساكنة وطبعا إشباع المد ضا ضا بهذه الطريقة أيضا الضاء هو آخر الحروف اللثوية فننتبه إليه فبعض الطلاب أيضا من يقولوا الزا ضا وهذا غير صحيح فلينتبه المعلم الكريم إلى هذه الملاحظة عين عين غين هكذا ما هي الملاحظات المتعلقة بهذين الحرفين ننتبه إلى الفتح وإتمامه فنقول ع عين غ غين وعدم نطقهما بكسر ممال كيف ذلك؟ فبعضهم من يقول عين غين بهذه الطريقة وهذا غير صحيح إنما يجب أن نقول عين غ غين بهذه الطريقة وأيضا عندنا ملاحظة هي يجب عدم نطق العين عائمة كيف تكون العين عائمة؟ لو أخذنا لمحة بسيطة عن حرف العين فالعين كما ذكرنا قبل قليل يخرج من وسط الحلق كيف يخرج من وسط الحلق؟ يخرج برجوع شديد للسان المزمار إلى جدار الحلق هكذا فنقول ع ع هكذا فإذا لم إذا القارئ مثلا لم يرجع لسان المزمار إلى جدار الحلق بالقدر الكافي صارت العين عائمة فيقولون مثلا بعض من نسمع عندما يقرؤون القرآن يقولون إياك نابد نابد هكذا والسبب في حدوث العين عائمة هو عدم إرجاع لسان المزمار بالمقدار الكافي إلى جدار الحلق فلننتبه إلى هذه الملاحظة إذن عندنا عين غين هكذا أيضا لدينا فاء قاف كاف بهذا الشكل بالنسبة للفاء الانتباه إلى أن بعض الطلاب يعتمد على الهواء المتجمع في الفم عند نطقها كيف كيف يحصل هذا الخطأ من الطلاب فتجد مثلا بعضهم بدل أن يقول أث أث هكذا يقول أث أث فيعتمد على الهواء المتجمع في الفم عند نطقها في حين نحن نعتمد على الهواء أو ضغط الهواء الصاعد من الرئتين إلى الفم بالنسبة لحرف القاف فإننا ننتبه إلى عدم نطقها كاف كاف في بعض البلدان كاف أو يعني يفخمون الكاف قليلا فتظهر بهذه الصورة إنما يجب أن نقول كاف نعم وصلنا إلى أحرف جديدة هي اللام يعني لام ميم نون بهذه الطريقة فالانتباه إلى أن بعض الطلاب يخرج لسانه عند نطقه نطق هذه الأحرف مثلا في اللام يعني المقصود هنا اللام والنون فتجد بعض الطلاب من يخرج يعتمد على اللسان فيجعله على الأسنان هكذا بهذه الطريقة أو كذلك الأمر يحصل مع النون فلينتبه المعلم إلى هذه الملاحظة وصلنا إلى حرفي الهاء هاء والواو بالنسبة للواو ننتبه إلى ترقيقها فلا نقول واو بهذا الشكل المفخم إنما نقول واو كذلك ننتبه إلى عدم إيمالتها فكثرة الترقيق تجعل الحرف ممالا فبعضهم يقولوا واو واو هكذا بشكل مبالغ فيه فهذه تسمى إيمالة لحرفه الواو إنما الصحيح أن نقول واو واو نعم آخر حرفين عندنا الآن هما حرف الألف وكما تجدون في بعض المقررات يقولون لام ألف وعندنا أيضا الياء ما هي الملاحظات المتعلقة بهذين الحرفين فبالنسبة للألف ننتبه إلى إتمام الكسر في لام ألف كما تلاحظون أن اسم هذا الحرف مؤلف من ثلاثة أحرف هي الهمزة المفتوحة واللام المكسورة ثم الفاء الساكنة فالمطلوب هو أن ننتبه إلى إتمام الكسر في هذه اللام فلا نقول مثلا ألف لي إنما نقول أليف لي 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 هكذا نتم الكسر في هذه اللام فنقول أليف وبعضهم من يبالغ في ذلك ويطيل كسرة اللام فتصبح أليف هكذا وهذا أيضا غير صحيح إنما ننتبه إلى إتمام الكسر في اللام ولا ننطقها ممالة فنقول أليف أليف وأما بالنسبة لألياء فكما تعلمون يعني نقرأها مع الهمزة الساكنة وإشباع للمد فيها فنقول ياء بهذا الشكل ولكن عندنا الآن سؤال لماذا وضعت الألف في هذا المكان فنحن متدنا على وجود الألف في بداية الحروف في بداية جدول الحروف الهجائية فدائما يقولون ألف با تا ثا لماذا وضعنا الهمزة في البداية ووضعنا الألف في هذا المكان طبعا الألف كما تعلمون هي دائما هي حرف مدي لأنها تكون دائما ساكنة وما قبلها من جنسها أي ما قبلها دائما مفتوح إذن ساكنة وقبلها مفتوح فهي حرف مدي فالأنسب لها والله أعلم هو أن تكون مع رفقائها الواو ثم الألف ثم الياء والتي هي حروف المد طبعا سنتكلم بتفصيل أكبر إن شاء الله في الدروس القادمة عن هذه المسألة عندما نتحدث عن الحروف الهجائية المنطوقة والحروف الهجائية المكتوبة طيب لماذا عندنا سؤال آخر هنا لماذا جرى اعتماد حرف اللام مع الألف ما قصة اللام مع الألف لماذا نقول نحن مثلا ها واو لام ألف يا لماذا لا نقول مثلا ميم ألف أو لماذا لا نقول سين ألف لماذا جرى اعتماد لام ألف هكذا لهذا الأمر قصة سأترك الإجابة عليها إن شاء الله إلى اللقاء القادم فكونوا على الموعد وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنجيب على أسئلة مهمة أيضا هي مثلا كم حرفا نتعلم في الأسبوع وأيضا سؤال مهم آخر كيف أختبر حفظ الطلاب بالإضافة إلى بعض الملاحظات المهمة وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكذلك فعلوا الجرس حتى تصلكم الدروس أولا بأول كما أسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم في التعليقات والحمد لله رب العالمين